بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و أفضل الصلاة و أتم التسليم على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين حياكم الله مشاهدين الكرام متابع برنامج قواعد القرآن الكريم من القواعد الجميلة قاعدة فعل الخير هذه البلاد المباركة من أكبر رأس فيها حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله و رعاه إلى أصغر واحد فينا جبلنا على فعل الخيرات بفضل الله سبحانه و تعالى لا تكاد ترى منكوب أو مكلوم أو محتاج إلا و تفازع الجميع نصرة له و إعانة و إغاثة له قاعدة و فعل الخير تنطلق لجميع الإغاثات لا تفرق بين عرق أو لوم أو لون أو دين أو غير من الأشياء التي بعض الناس يتخذها ذريعة للتفرق بين الناس لا و الله فعل الخير مطلق من يفعل الخير لا يعدم جوازيه لا يذهب العرف بين الله و الناس فلذلك نحن اليوم معنا ناشط في هذا المجال أخونا خالد صفران أبو يوسف ناشط في مجال الإغاثة و الدعوة ننطلق و إياكم فكونوا معنا حياكم الله متابعين الكرام و يا حي الله ناشط إذا صح التعبير خالد صفران حيك الله يوسل الله يحييك بارك فيك حي الله و ترزاق و مشاهدين و مشاهدات الله يحييك اليوم اخترنا عنوان مقتبس من آية قول الله عز وجل وفعلوا الخير لعلكم تفلحون المتأمل فيه تبارك الله أهل الكويت و شباب الكويت و حرصهم على العمل الخيري و انطلقتهم في الرحلات الإغاثية يعي تمام الوعي أن هذا المشروع لم يكن وليد اللحظة إنما كان هناك أكيد فيه إرث تاريخي كبير عشنا فيه فاليوم نفرح والله و نفخر بفضل عز وجل بأعمال الخير في هذه الدولة المباركة هذا اللي يدفعني أقول كيف كانت البداية يا أبي يوسف طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تشرف صراحة بهاللقاء هذا طيب مبارك الله يفقنا فيه يا رب آمين مبد الرزاق سبحان الله لواحد مرات كما يقال الله عز وجل إذا أراد شيء هي أسباب سبحان الله وهذه الدنيا اختبار إذا صار حدث أو منزلت نازلة فتجد أن الله سبحان الله فيه حكمة فيكون لبعض الناس اختبار في لبعض الناس ابتلاء في بعض الناس قد تكون بالعكس له هذه جائزة الله و فوز من الله سبحانه وتعالى و نعمة فالأحداث اللي حصلت في بداية الأحداث اللي في سوريا أمانة كانت وقحة كبير على الناس و تفازع أهل الكويت كلهم إلى وكفة و فزعة بداية من صاحب السمو رحمة الله عليه الشيخ صباح الله يرحمه و إلى مختلف الجهات كانت هناك فزعة حقيقية تكلم من 2011 تقريبا بالضبط هذا الفترة هذا الانطلاقة أنا ويني وقتها أنا أصلا كنت هوني متخرج من كلية شريعة و دخلت مع أخواننا في جمعية هيأة تراث الإسلامي متطوع في شعبة كندا في لجنة أوروبا أمريكيتين يعني لا جغرافيا لا ولا شيء ولا شيء لا علاقة أبدا و كانت فيه ترتيبات هناك مع مراكز دعوية و حصلت لزيارة إلى كندا و كذا فكان لي تواصل و علاقة نعم لما صارت الأحداث في سوريا صار فيه مثل ما تقول تعبئة أن أي أحد عنده وقت عنده جهد عنده فهل يطوع تعالي بذل نفسك آه فالحمد لله كانت بدايتها من رحلة إلى لبنان أول رحلة أول رحلة كانت إلى لبنان مع مجموعة من المتطوعين فالله سبحانه وتعالى لقيت نفسي هناك يعني في المجال الإغاثي في المجال الإغاثي نشوف الناس احتياجاتهم و سبحان الله صار شوي شوي الواحد من عمل يعني كان عشان خنقول عمل تطوع يحب يودي إلى عمل لا منظم ضمن مؤسسة احترابي وصمم نعم و مجالات مختلفة و أطر مختلفة و أخذ يعني صراحة البداية إلى بعد ثاني بعد خنقول العمل ضمن فريق مؤسسي مؤسسي العمل في منظم بداية من معرفة الحاجة على أرض الواقع إلى المتبرع إلى إيصال أموال و توثيقها له مرة ثانية فالحمد الله كان له أثر طيب و مبارك فنحمد الله سبحانه وتعالى بهذه النعمة يعني أنت تفكر فيها أنها اختيار من الله سبحانه وتعالى أن الله يختارك من بلدها المجموعات كلها و يضعك في مجال العمل الإغاثي الإنساني الكويتي اللي بفضله عز وجل يمكن غطى العالم كله لاحظت أن كل من يتكلم عن أول رحلة لها أثر لها دور كبير جدا في تغير الأفكار في تغير التوجهات حتى تغير التخصص بعضهم يتكلم يقول حتى طبيعة العمل يمكن تغير دوامك تغير شغلك صجها السالفة والله بالنسبة حق يعني قضية الاصطفاء عبد الرزاق أنت المسلمين بالملايين لكن من هذا الذي الله يوفقه ويكون هو الساعي في حاجة الناس ويبذل وقته وجهده وبيته وأهله في مثل هذا فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى وإذا تكلمت عن أول رحلة كانت أول رحلة لي إلى كندا كنت بروحي خلنا نطلع فاصل ونرجع لكم حق كندا إن شاء الله حياكم الله مرة أخرى متابعين الكرام أو الرحلة إغاثية طبعا أو الرحلة حتى كل إنسان لها وقع لها أثر لها ذكريات لها صور لها أحداث يمكن توقع معك ويوسف ماذا صار بكندا كندا كان فيه أصلا فاصل زمني ما بين آخر زيارة حق عضو من أعضاء اللجنة في أوروبا وامريكيتين وبين سفرتي نتكلم عن قرابة الثمان سنوات طبعا هناك بطبيعة الحال بلد بعيد والاحتياجات مختلفة مسلمين نتكلم عن أقليات في بلد غير إسلامي طبعا نتكلم عن عددهم وهم يمثلون تقريبا في كندا 12% عدد المسلمين على أيام أذكر كانت عدد كندا 34 مليون تقريبا فالجالية المسلمة ما هي بسيطة مهينين تقريبا منوعة مميزة فأنا أتخيل أن أنا بروح أقلم وكان هذا من زمان ما حد رحله وكفا قد أطلع من التقارير من الطلبات المسلمين يطلبون هناك شو يطلبون بعضهم كفالة دعاة بعضهم كتب بعضهم دورات علمية بعضهم بناء مراكز ومشاريع فبطلت كل الملفات تقريبا من بعد من سنة الـ 94 إلى غاية كانت المراسلات لغاية 2010 فكانت ملفات وقعدت طالعه وشوفه رتبت نفسي أن أنا مستعد أن أسافر إلى كندا وبالتعاون مع أحد المراكز اللي هناك رتبت شغلي من معاك كان على أساس أن هناك واحد معاك لكن إذا الله خير يعني يعطاني الفرصة هذه أن أنا أجد في مروح فرحت الله يذكرة بالخير شيخ نبو عبد الله شيخ طارق الأيسى رئيس مجلس إدارة جمعية التراث الإسلامي هو حريص دائما أن الشباب الذين هم قابلين أن يقعد معهم وفعلا كانت مثل نصايح ذهبية إلى أن هناك وشلون الواض وكذا المهم فخططنا إلى السفرة ورحنا إلى تورنتو بداية أنا أخذتها من شرق كندا من محافظة أو قطاع اسمه كيبك في مونتريال إلى أوتاوة إلى سفارة دولة الكويت جرتهم هناك إلى العاصمة الثانية يعني هناك صار مثل أنقرة وإسطنبول أوتاوة وطورنتو فرحت هناك إلى المركز أبو هريرة ومنا إلى أقصى الغرب في جزيرة فيكتوريا زيارة إلى مراكز الإسلامية إلى المساجد إلى الجهود إلى المدارس وكانت نظرتي نظرة فاحصة تحليلية أنا مطلوب من أن أكتب تغرير كامل عن حال المسلمين في الجانب الإداري في الجانب المالي في الجانب الشرعي لأن الناس التي هناك هذه من الأمور التي تقع سأقول زاوية مطلوبة من أخونا أو الناس الذين شقالين في العمل الخيري كثير من الملفات حتى إذا هو طلب من المتبرعين مشروع معين أو شغلة معينة التي تكون عند إجابة حظ أو فعلا المدروس أخذ حظة من الدراسة معناته إذن الرحلات الغاثية ليس سهل موضوع أو رح وزع وتعال لا في متابعة أو كتابة أو تقارير أو دنيا وها ليس سهل ليس سهل أبدا أبدا أنت بالنهاية احتمالا أنت ستسوي مشروع إنشائي من الصفر من الصفر فأنت قضية حتى الموقع وين بيكون وين توزع المسلمين ففي جوانب عبد الرزاق كثيرة الواحد مطلوب أنه يعني يتبعها و تكون محط اهتمامه حتى أنه فعلا يوصل حق الأولوية اليوم أعمال الخير والبر والإحسان وحاجات المسلمين كثيرة لكن أنت وين دورك وين شطرتك وين مت أنك تقتنص وتفرز وتقدم للمتبرعين أو للمشاريع اللي فعلا يحتاجها المسلمين ختاما نسأل الله عز وجل فعلا أن يسخرنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين و العمل على هذه الأفعال الجليلة الجميلة التي تدل دائما على أن الإنسان إنما يعطي لكي يسعد هو ولكن شرط أن يخلص هذا العمل لله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي و نسكي و محياي و مماتي لله رب العالمين لا شريك له إلى اللقاء